اشتركوا في القناة ارض معرض البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات على امتداد الشهر الفضيل والذي سيستمر حتى الثالث من أيام عيد الفطر اتقى المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال نايف تنشيطاً للحركة السياحية والشرائية في البحرين افتتح مهرجان رمضان والعيد 2017 للمرة الأولى في البحرين على امتداد الشهر الكريم وحتى ثالث أيام العيد وذلك في معرض البحرين الدولي للمعارض بمشاركة فاعلة من عدة بلدان عربية واكد المشاركون في المعرض على تنوع المنتوجات المعروضة وتنافسية الأسعار بالإضافة للأنشطة الترفيهية المنتجات اللي عندي منتجات عمانية عندك مثلا اللبان العماني بشتى أنواعها عندك البخور العماني زين خلطات عربية وفرنسية والمخلطات العطور اللي نشتهر فيها نحن وبالنسبة نحن شاركنا من قبل في معرض الخريف وما شاء الله لقينا قبال طيب الحمد لله ومن كده جينا البحرين مرة ثانية مثل مشايفين نحن هنا محل سوري فاتحين يعني منتجات سورية بالإضافة للمنتجات التركية حاجات يعني تراث عثماني بالإضافة يعني أغديم من التراث التركي والتراث المغربي يعني كقفطان مغربي بالإضافة للتراثات التركية والجلابيات السورية حبيت أني جيب هالبضاعة أني فرجيها للناس هي بضاعة لوز حلويات مشكلي برازي منوى السلوى يعني أحسن أكلات وأطيب أكلات عندنا صناعة الخزف اليدوية هذه لأنه عندنا من قلة الأسواة وقلة الحصارات والهادي فأحب أطلع المعارض على أساس أسوق البضاعة أسوي مردود للمصنع لأن المصنع فيه حوالي 20-25 عام كلهم بيشتغلوا هاند ميد فإذا ما طلعت وسوقت البضايع ما فيه مردود للمصنع هذا وقد جذب المعارض مستهلكين من كافة الأعمار بما في ذلك الأطفال وتأتي إقامة هذا المعارض على أرض البحرين للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط السياحة وزيادة أعداد الزائرين للمملكة وعلى وجه الخصوص من دول الخليج العربي هذا ومن المتوقع أن يدعم المهرجان الاقتصاد الوطني بمغدار أربعة ملايين دولار بشكل مباشر وقير مباشر من خلال المعاملات التجارية المباشرة والخدمات المصاحبة للمرة الأولى يتم حجز مركز المعارض الدولي بالكامل لمهرجان رمضان والعيد لانعاش السياحة ودعم الاقتصاد في مملكة البحرين طلال نايف للنشرة الاقتصادية في خبر آخر تواصل بورصة البحرين تسجيل تداولات قوية بقيم وأحجام مرتفعة خلال شهر رمضان المبارك لتغرد خارج سرب الركود في أسواق المال الخليجية التفاصيل في تقرير زميل محمد الجيوسي رغم حالة الفتور التي تصيب حركتها تنقل الأموال خلال شهر رمضان المبارك إلا أن بورصة البحرين سجلت استثناء في حجم تعاملات الأسهم وكمية الأوراق المالية المتداولة مع تركيز المستثمرين على تداول أسهم 25 شركة على أساس أسبوعي وبامتوسط يومي لا يقل عن نصف مليون دينار حركة البورصة في ازدياد ملحوظ في عدد التداول وفي حجم التداول اليومي عدد صفقات وحجم التداول اليومي ومنها نرى أن صندوق البحرين للسيول الذي تكون في جونة 2016 من بدايتها إلى الآن السوق كحجم تداول زاد أكثر من 400% والبورصة تنظر المشروع الجديد إن شاء الله اللي هو بحرين تريد اللي راح يمكن جميع المستثمرين الأفراد بالدخول للبورصة عن طريق تلفوناتهم وفي أول أسبوعين من الشهر الفضيل بلغت كمية الأسهمي ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية والسندات والسقوك الإسلامية المتداولة في بورصة البحرين ما يتجاوز 21 مليون سهم ووحدة وسند بقيمة إجمالية فاقت الستة ملايين دينار فيما بقي قطاعي البنوك التجارية والصناعة أكبر المسيطرين على حجم التداولات في السوق المالية النشاط الأسهم بشكل عام وبشكل ملحوظ زاد في بورصة البحرين ولكن عدد الشركات في السوق الرئيسي يبين حجم الاقتصاد لكن الاقتصاد ما رح يبين حجمه بشكل أفضل إلا تخلت جميع القطاعات ومنها القطاعات النفطية فإن شاء الله نرى أسهم أو شركات أخرى تدرج من القطاعات الأخرى وتواصل إدارة بورصة البحرين اتخاذ عدد من المبادرات الدائمة لجهود تعزيز مناخ الاستثمار على رأسها سوق البحرين الاستثماري لإعطاء المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة بدخول السوق المالية من بابها الواسع وتسهيل عمليات إدراج الأسهم للشركات الخليجية إلى جانب تفعيل التداول الإلكتروني بصورة أكبر من أي وقت مضاء والآن نترككم مشاهدين مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصر النشرة مشاهدين مع أداء البورصات الخليجية لبداية تعقدات هذا الأسبوع حيث أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاضات متفاوتة باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي أغلق عند مستوى 4498 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.49% أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6754 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.43% ونأتي لأداء سوق دبي المالي والذي أغلق عند مستوى 3387 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.36% أما بالنسبة لبورصة البحرين فقد أغلق المؤشر العام عند مستوى 1323 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.1% وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 698 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مشاهدين 214 دينار تم تنفيذها من خلال 23 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 36% من القيمة الإجمالية للأسهم في خبر آخر قال محللون اقتصاديون إن إدراج عشرات الشخصيات المرتبطة بدولة قطر على قوائم الإرهاب قد يؤثر على السيولة في البنوك القطرية والتي تحصل على قدر كبير من تمويلها من المنطقة وقال الشير أديب جوش المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين إن البنوك القطرية لديها نحو 16 مليار دولار في صورة وداء عملاء وداء ما بين البنوك من دول خليجية أخرى مضيفا أن جميع البنوك القطرية ستعاني شحا في السيولة وستضطر إلى دفع علاوة لتوفير التمويل من أماكن أخرى خارج السعودية والبحرين والإمارات ورجح مصرفي بالمنطقة في تصريحات لرويترز أن تؤدي الضغوط إلى تقلص حجم الأموال التي يمكن البنوك القطرية أن تحصل عليها من السعودية والإمارات والبحرين ترجمة نانسي قنقر